موسيقى على هامش المؤتمر الخامس عشر للبوليساريو وجه إبراهيم غالي تهديدات مبطنة إلى الحكام الجدد في نواكشط متهما إياهم بالانحياز للمغرب وبالتلويح بفزاعة زعزعة الاستقرار التي قد تكون موريتانيا أولى ضحاياها وفي ميل التفاصيل يبدو أن رئيس البوليساريو إبراهيم غالي يكن عداء لموريتانيا والحكام الجدد في نواكشط على وجه الخصوص هذا ما يبدو على الأقل من تصريحاته على هامش مؤتمر البوليساريو الخامس عشر الذي نظم في الفترة الممتدة من التاث عشر إلى الثالث والعشرين دجنبر 2019 في منطقة تفاريسي بمجرد تجديد انتخابه لولاية ثانية على رأس الجبل في الثالية التي تحرك خيوطها الجزائر بدأ في توشيه تهديدات مبطنة تبعت على الثخرية تجاه موريتانيا ملوحا بفزاعة زعزعة الاستقرار التي من شأنها أن تستهدف أولا الدولة الموريتانية والشعب الموريتاني وتجدر الإشارة إلى أن هذا التهديد المبطن لم يصدر قط خلال فترة حكم محمد عبدالزيز الذي كانت علاقاته مع المغرب منذ أن وصل إلى السلطة في عام 2008 صعب إلى حد ما لكونه كان يلعب لعبة الجزائر وجبة البوليساريو غير أن الأمر لا يبدو كذلك مع الرئيس الموريتانية الجديدة محمد ود الغذواني ووزير الخارجية الجديدة إسماعيل ود الشيخ أحمد الذي يبدو أن جريمته كانت بكل بساطة هو أن يكون لموريتانيا دور أكبر من أجل إخراج الصراع المصطنع من المأذق الحالي الذي تفرد الجزائر حتى لا نقول عصابة الرابوني التي هي أيضا من أكبر المستفيدين من استمرار هذا النزاع بنهبها لأموال المساعدات الإنسانية ورهن ماض وحاضر ومستقبل ساكنة محتجزة لمدة تفوق عن 44 سنة في جحيم المخيمات إن التهديد الذي وجه رئيس جباة البوليسارو لموريتانيا ليس أمرا عاديا إنه يؤشر على انزعاج القيادة الانفصالية من حكام نواكشورة هذه القيادة تبدو اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى سواء داخليا أو دوليا لقد أصبحت توجد بين مطرقة انتفاضة الساكنة المحتجزة في تندوف وسندان الضربات المتوالية التي تلقتها خلال عام 2019 على الصعيد الدولي تزامنا مع توجه المغرب لترصيم حدودي في المياه الأقليمية قبالة الأقليم الجنوبية عبر مشروعي قانونين سيعرادان قريبا للمصادقة في جلسة تشرعية عامة في مجلس النوابة نشرت القوات الجوية الإسبانية طائرات F-18 قبالة السواحل الجزر الكناري ولا يعرف إلى حدود اللحظة سبب نشر الطائرات الحربية الإسبانية في هذا التوقيت فوق البحر في جزر الكناري لكن هناك من ربط ذلك بالقرار الذي اتخذه البرلمان المغربي بالشروعي في رسم الحدود المائية للمملكة وهي الخطوة التي تتوجث منها إسبانيا ويرفضها أغلب الأحزاب السياسية في إسبانيا ونقلت مصادر إسبانية أنه تزامنا مع التصويت المغربي بشأن قانون قد يهدد السيدة الإسبانية في مياه جزر الكناري أصدرت القوات الجوية الإسبانية شريط فيديو يظهر مقاتلة من طراز F-18 ويتحلق فوق السواحل هذه الجزر ويسعى المغرب لرسم حدود المياه التي يعتبر خاصة بها في مشروعين يمكن أن يتصادم مع سيادة الدول المجاورة خاصة موريتانيا وإسبانيا فيما يتعلق بجزر الكناري ولم تتم الموافقة على القانونين بعد لكنهما أتارا غدب رئيس جزر الكناري للشراكي فيكتور توريث الذي صرح بأن السلطة التنفيذية الإقليمية وحكومة إسبانيا ستواجهان أي مساس بالسيادة الإسبانية وأوردت المعطيات الإسبانية أن طائرات الحربية انطلقت من قاعدة جاندو المتواجدة في جزر الكناري وقال فيكتور توريث إن إسبانيا لن تسامح إذا مسى المغرب ميلا واحدا من مياه بحر الكناري وشرعت وسيلة إعلام إسبانية في استعراض نقاط قوة الطائرة الإسبانية F-18 مقارنة بنظرتها F-16 المغربية وكتبت صحيفة الكونفيدنسيال أن الطائرة الأمريكية التي استحود عليها المغرب قد تجاوزت تقنيات F-18 الإسبانية على سبيل المثال تملك الطائرة المغربية رادارا يصل مداهل 300 كيلومتر مقارنة بـ 150 بالنسبة لطائرة الإسبانية كما تمتلك طائرات F-16 المغربية ثواريخ رائدة ذات وقيات أكثر وأفضل مع قدر أكبر من المناورة وهو ما يجعلها أفضل بكثير من طائرات F-18 التابعة للقوات الجوية الإسبانية ويأتي تحرك المغرب لرسم حدوده للسد الفراغ التشرعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملائمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى القويرة والسبق لترسيم المياه الإقليمية ناتارت جدلا بين المملكتين المغربية والإسبانية حين احتجت الرباطة على مبادرة مدريد سنة 2015 بشكل أحادي بوضع طلب لدى منظمة الأمم المتحدة لترسيم مياهها الإقليمية وعلى الرغم من اتجاه المغرب إلى المصادقة على هدين القانونين فقد أبدت الرباط استعدادها للتفاوض مع الدول المعنية بخطة ترسيم مياهها الإقليمية عبر فتح باب الحوار مع إسبانيا ومريثانيا بهدف التحديد الضقيق لمجالات البحرية معهما وكان ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أبلغ البرلمانيين خلال مناقشة هذين النصين أن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الضرفية بالذات مؤشرا إلى أن عمق هذه الخطوة هو حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا على مستوى ترابه كما على المستوى الجيوسياسي للمنطقة أفادت وسائل أعلام جزائرية أن تولي اللواء سعيد شنغريحا قيادة أركان الجيش الجزائري لم يحسن فيه بعد إذ أن القرار الذي اتخذه الرئيس تبون يقضي بتكليفه فقط بالمهمة نيابة إلى حين الاستقرار على رأي نهائي وأضافت ذات المصادر أن المشكلة القائمة حاليا هو أن التقاليد العسكرية تحتم تعيين شنغريحا رسميا رئيسا للأركان باعتباره قائد القوات البرية إلا أن تواجد جنرال كبير برتبة أعلى بالجيش أربك الحسابات ويتعلق الأمر بقائد الحرس الجمهورية بن علي بن علي هذا ومن المحتمل أن يؤدي هذا الوضع إلى حدوث انقسام داخل المؤسسة العسكرية خاصة إذا علمنا أن المرشحين ينتميان إلى جيلين مختلفين ذكرت مصادر متطابقة أن وفاة أحمد خيد صالح رئيس ثور كان الجيش السابقة أحدثت ارتباكا في صفوف جبات البوليسارو الانفصالية حيث ظهر ذلك جليا من خلال تأجيل الكيان الوهمية لإعلان عن نتائج مؤتمر الخامس عشر الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء وذلك بعد تمديد أشغال المؤتمر ليومين إضافيين وحسب ما يسمى بإعلام الجبل انفصالية فإنه كان من المنتظر أن تعلن قيادته عن فوز إبراهيم غالي الزعيم الكارتوني للكيانة ذلك لأنه ينافس نفسه من أجل خلافة نفسه على رأس هذه الجبهة إلا أن انتقال قيد صالح إلى جوار ربي حال دون ذلك ما يبين أن الجبهة لا تمتلك أي قرار في تعيين من يمثل انفصالها وأنها مسيرة عن بعد من طرف جنرالات الجزائر ومن جهتي دخل منتدى دعم مؤيدي الحكم الداتي في مخيمات تندوفة المعروف اختصرا باسم فورساتانة ووصف اجتماع المؤتمرين لتجديد العهد لإبراهيم غالي كأمين عام لجبهة الوهمة قبل الانتخابات وإعلان الأصوات بالفضيحة التي يتخبط فيها المؤتمرون الذين اختيروا بعناية فائقة من طرف زعاماء الجبهة وكشف دات المنتدى أنه عاين حالة من الحصر العسكري على محيط المؤتمرة مع الإشارة إلى عسكرة كل الطرق المؤدية إليها مشيرا إلى أنه وقف على منع الزيارات والتحجج بعدم وجود أسماء الزوار على لوائح معدة مسبقا لمن يسمح لهم بالاقتراب من مكان انعقاد المؤتمر علما أن هذا المؤتمر يموله ويقوم على خدمته جنرالة الجزائر المعادين للوحدة الترابية للمملكة ومعلوم أن المملكة المغربية كانت قد قدمت فيما سبق احتجاج رسمي لدى الأمم المتحدة ضد مؤسمر البوليساريو الذي روجت له البوليساريو على أنه سينظم في منطقة تيفاريسي بما تسميها بالمناطق المحررة إلا أن الناطق باسم الأمين العام كذب هذا الأمر وأكد على أن المؤتمر قد نظم فوق الأراضي الجزائرية اشتركوا في القناة